بسم الله الرحمن الرحيم. ابناء الطلبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله هنكمل في شابتر وان اللي هو الانترودكشن. آآ اللي هو خاص بكورس الفونديشنز انجينيرينج آآ اه تو. اللي خاص بكلية الهندسة. قسم الهندسة المدنية. المستوى العاش. النهاردة نتكلم عن الجزء التالت في الشابتر وان. وهو عبارة عن تعريف كلمة فونديشنز. فكلمة فونديشن او الاساس يعني ايه? بنقول انه هو عبارة عن ستركشور ميمبر. يعني ستركشور ميمبر يعني هو عضو انشائي. عضو ايه? انشائي. طبعا احنا عندنا الاعضاء الانشائية في الجزء بتاع الهندسة. بيبتدي بيه السلاب او البلاطة. اللي بتدي احمالها معروف ليه الكاميرات اللي هي البيمز. وبعدين البيمز بتدي الاحمال بتاعتها المين? او الاعمدة. طبعا الاعمدة ديت زي ما احنا قلنا قبل كده دي مش بوساط سحري. لازم تدي احمالها الحاجة. فبتديها المين للاساس بتاعنا. طب والاساس بتاعنا ايه وظيفته? هو هياخد الاحمال من ديت. ويبتدي اديها او تربة التأسيس اللي تحته. فتعريف ببساطة خالص هو عضو انشائي. هو مسؤول عن ايه? مسؤول عن نقل نقل الاحمال الانشائية من المبنى او من بامان. لازم طبعا انت بتصمم اساس يعني لازم بقى في الاخر في عندي. بيوديها المين? او 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 طربة التأسيس. طيب. لو بسط ببساطة كده للرسمة اللي قدامك ديت. ده عندنا اللي فوق ده بيسموه اللي هو اما لو عندي مسلا لو في عندي او عندي جراش تحت المبنى بيسموه في الاخر بيدي الاحمال اللي مين بقى? بتاعتنا. ودي هم عبارة عن الاجزاء المختلفة للمبنى بتاعنا. عندنا وعندنا 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 يعني ببساطة خالص الاساس هو المسؤول عن نقل الاحمال اللي موجودة من في في الاخر لمين? لسويل اه بتاعتنا. ايه ببساطة خالص برضك. لو هتشوف الرسمة البسيطة ديت. ادي المبنى بتاعي. لما نتكلم من ده الارض ده بتاعنا. طيب. الاساس بتاعي هو الاساس هو ياخد ايه? ياخد الاحمال من السوبر ويوديها للفونديشنز اه سويل. طيب تخلي بالك بقى من اهم حاجة لازم ايه? بيدينا معامل امان ان يحصل ايه? انهيار لمين? للتربة. الفونديشن سويل دي. يعني الفونديشن مش تصميم حاجة وخلاص انت بتحطها بتنقل الاحمال. لازم تنقل الاحمال بامان لمين? لتربة التأسيس. تربة التأسيس ديت ممكن يحصل لها حاجتين. ممكن يحصل لها شير فلير. ممكن يحصل لها هبوط. لأ انا بقى بصمم الاساس دوت بحيس ما يبقى في عندي معامل امان ضد ان يحصل انهيار بالشير او هبوط للسويل. شكرا.